مساء الخير، اشلونكم، اشخباركم عندي موضوع ومعرفة اطرحها في اي اطار الموضوع هو عن العلاقات او عن مشكلة تبدو ان هي تتكرر يبدو ان هي تتكرر في بعض العلاقات وتوصلني عليها اسئلة ورسائل خاصة من الشباب خلو نقول العلاقات الجديدة او خلو نقول يمكن العلاقات ما بعد الجائحة شلون العلاقات تغيرت طبعا شوي العلاقات تغيرت بعد الجائحة فهذه المشكلة لما تنطرح تنطرح بهالشكل الشخص السائل او السائلة ممكن ان هي تقول ان انا عندي مشكلة مع زوجي مثلا ما يفهمني في الموضوع الفلاني وما عرف شنو اسوي فهو الموضوع يصير اكثر شيء في العلاقات الرومانسية يعني العلاقات اللي فيها حب ولكن كل علاقات فيها حب بس قصدي العلاقات الزوجية خلو نقول او العلاقات بين الرجل والمرأة عادة او ممكن ان هي تصير في العلاقات الثانية صداقات او بين ام وبنتها وكذا ممكن ان تصير بس يمكن درجة اقل فلما تقول لي مثلا انا ما احس ان زوجي قاعد يتفهم هالموضوع وهالموضوع لما كلمت في الموضوع الفلاني ما كان سند لي وما قدر ان هو يعطيني دعم كافي وما تفهم وما كذا وما كذا انا عندي نظرية على الضغط اللي يصير في العلاقات بعض الاحيان وهذا الفكرة يمكن زادت تفاقمة مع الجائحة لانه صار تعرضنا للاشخاص الثانين قل يعني صارت دائرتنا اصغر فهذا يمكن شكل ضغط على العلاقات الصغيرة واللي احس ان اللي قاعد يصير هو ان احنا الشخص يكون في علاقة مع شخص اخر وهذا الشخص صار عليه ضغط انه هو يمثل دور يمثل ادوار كثيرة كان المجتمع كله يتكفل فيها في السابق كمثال كلمت زوجي عن تطور الذات وهو ما تفهم وما فهم ان انا شنو قاعده اقول وهو هاي الفكرة انا كنت متعلمتها في الكورس الفلاني بس زوجي مو على نفس الموجة بس كذا وكذا وكذا فلما انا انتظر ان زوجي يكون على نفس الموجة في كل الاشياء على كل الاصعدة معنات ان انا احط ضغط على العلاقة فان انا اتوقع ان زوجي يكون يمثل دور الصديق يمثل دور الزوج يمثل دور اب للعيال يمثل دور شخص الروحاني اللي انا اقدر اطرح افكاري معاه ولازم هو يكون فاهمها ويكون يساعدني ان اطور فيها فهذه الادوار كلها اللي حين احنا حاطين نتوقع من الزوج او زوجة ان هي تلبي هذه الادوار كلها كنا في السابق نعتمد على مجتمع كامل في تلبية هذه الادوار فكمثال بعض الحوارات اللي انتي ما تلقين لها اجابات عن زوجة او ما تلقين لها اخذوا عطا خلنقول او مساندة او ترحيب مع زوجة يمكن مكانها مو عند زوجة يمكن يمكن فيه شخص ثاني في حياتك ممكن انه هو يلبي هذا الدور او يلعب هذا الدور في حياتك اللي يمكن في السابق كنا بنكون نسولف فيه مع صديق مثلا او صديق فالمثال اللي انا اطرحه بعض الاوقات في حواراتي على مستوى فردي يعني لما سولف مع واحدة اقول لها انتي تخيلي لوليين كانوا يتمعون كل عصرية في البيت العود كمثال النسوان وخواتهم وزوجات الاخوان والام قاعدة ويمكن يقعدون يسولفون ويخيطون واليهال قاعدين يلعبون في الحوش هذه السوالف كلها تطلع في هذا الوقت اللي اهمه مو مع الزوج فمثلا سوالف عن مثلا الشغالة اللي في البيت اش سوت وشلان نرفزتني وشلان عارفة مشاكل سخيفة يعني ولكن فلانة ما ردت علي لما حاولت تواصل معها فلانة ما عزمتني فلانة كذا هذه كلها سوالف كانت اول او يمكن كان يمتصها المجتمع تمتصها دائرة اكبر احنا اليوم قاعدين نحطها على شخص واحد ونفس الشي التجمعات الدينية كمثال الحوار مع شخص متدين او شخص فاهم او لما اروح مثلا محاضرة دينية ولكذا هذه الاماكن هي مفروض ما بقول كانت في السابق لانا لحي ما زال الناس يمارسون هذه الاشياء قصدي ما زال الناس عندهم هذه الادوار المختلفة في حياتهم بس لما انت تتوقعين ان حتى هذا الزوج او زوجه اهو دوره ايضا انه يتحاور معاي حتى في الاشياء الروحانية وفي الاشياء اللي تعلمتها وفي المبدأ الكذا وفي التطور الذات الكذا لابد ان اهو بيفشل في جانب من هذه الجوانب وما فشل لانه اهو زواج فاشل فشل لانه انا قاعدة البس هذا الزواج ادوار اكثر من ما هو قادر يحتملها فبدي نحن نفتح هذا الموضوع للحوار فاحس ان نحن اليوم ضغطنا على العلاقات خاصة بعد الجائحة لان دائرتنا صارت اصغر فانا يمكن يوم كنت اول مثلا بروح تجمع يوم الجمعة كمثال وبفضفض وبسولف الحين قل التجمع وصغر حين مثلا ما تشوف بنات خالطي ما تشوف بنات عمي ما تشوف كذا ما تشوف كذا صغرت هذه التجمعات فبديت انا اتوقع من هذه العلاقات اللي بقتلي حتى لو هي صغيرة يمكن بس اختي وصديقتي وزوجي كمثال يمكن التوقعاتي من هذه العلاقة زادت شوي فتقوم تضغط على العلاقة فاحس ان هذه التشكيلة الجديدة للمجتمع الجديد اللي عنده تباعده عنده كذا ولو انها حين خفت هالاشياء بس احس ان الضغط غير انه هو التوتر وتوتر الجائحة والقلق اللي صار وهذه كل الخوف اللي انتشى احس ان هذا الجانب ايضا بدأ يضغط على العلاقات لان اصرت اتوقع ان هذه العلاقة تلبي لي كل الجوانب اللي انا احتاجها فالسؤال اليوم هو يعني ابيكم بس تفكرون معاي هل انا ضغط على العلاقات اللي عندي الحين خاصة العلاقات اللي فيها شوي تشويش وهل هو شي طبيعي ان انا اتوقع من هذا الشخص يمكن اليوم الشباب اللي يتزوجون اليوم يمكن ما عندهم اطلاع على عالم مختلف كان المجتمع كله يلبي فيه اول اصلا الفريج كله يربي العيال حتى فانا الحين متوقع مني انا ايضا ان انا ربي عيالي بروحي او انا وزوجي فقط فهو يصير يستلم ايضا هذه الحنة والتعب اللي انا احس فيه والفضفضة اللي بفضفضها فيصور هو كأنه يمتص كل شيء والعكس صحيح ولكن يمكن هذا هو مو دورة انا قاعد اتكلم بالمذكر بس هو ينعكس على الاثنين يعني فيمكن فيه شخص ثاني يمكن يستطيع انا ليش طرحت هذا الموضوع اليوم لان احس ان اولا الطلاقات زادت في الشباب احس انه ما حصر عنده صبر على شيء ولكن احس انه فيه عامل يمكن احنا ما قاعد نتكلم عنه هو هذا العامل اللي انا اقول لكم عنه اللي احس انه يمكن فيه قاعد يصير ضغوط على العلاقة لان توقعاتي من هذا الشخص صرت اتوقع منه ان يكون كل شيء انه يكون هذا المستمع يكون هذا الحوار الروحاني يكون الصديق اللي اطلع معاه على العشاء يكون الشخص اللي اربي معاه عيالي يكون ففيه يكون هو ايضا مصدر المال ويكون هو ايضا مصدر الحنان ويكون هو ايضا الجانب الرومانسي ويكون فاحس انه صعب جدا على شخص واحد انه هو يلبي كل هالطلبات والعكس صحيح انه اذا فيه شخص يتوقع منك انت كل هذه الاشياء انت ايضا بتحس انك بتنضقط فلابد ان انا القالي مخرج اذا عندي مثلا مشكلة في علاقة معينة لابد ان انا القى مخرج هل استطيع اولا هل هالموضوع يصلح حقه الشخص هل اقدر ان انا اخفف العبء على هذا الشخص ان انا اخذ هذا الموضوع مكان اخر يا ان افتح موضوع مثلا خنقول موضوع وايد مضايقني هل اقدر افتحه مع صديق وخلي هذه الصديقة او الصديقة اهيه اللي تستوعب هذا التعب النفسي اللي فيني هل اقدر اخذ هذا الموضوع الى مختص بدون ما شرط انه هو مو شرط انه هو ينطرح في العلاقة ويضغط عليها هل هناك مخارج اخرى هل مثلا اذا انا ما عندي هذا التحفيز العقلي كمثال انه مثلا خنقول وحدة تحب تقرأ وزوجها ما يحب يقرأ ودها انه يتناقش في شيء بس انت ما تفهم وانت ما تحب تقرأ وانت شون اندي وشون انا احس ان مخي قاعد يتسكك لان انت ما تحب تنفتح على هل ممكن ان انا انضم الى شيء مثلا نادي للكتب نادي للقراءة جيم اقدر اسولف مع اسولف مع البنات في اشياء اللي لها علاقة بالرياضة هناك نادي فكري يعني ايضا ممكن يكون انه مثلا بوك كلاب ولا مكان نقرأ في كتب ونناقشها محاضرات بعض الاقات محاضرات ودورات يصير انا عندي اصدقاء من هذه الدورة مثلا اللي حضرتها ويصير نقاشي في هالمواضيع في هالجروب يعني مش رط ان اتوقع من هالشخص انه يلبي هذا الجانب فبس هذه الفكرة اللي كنت حابة اطرحها معاكم اليوم وودي انه نفكر مع بعض عشان احنا بعد ان نتعلم شلون ننصح الاخرين خاصة اللي اللي مقبلين على الزواج ولا اللي توهم تزوجه انه ترى مو لازم لنا القصص والتلفزيون والافلام كلها تعطيش انطباع انه مفروض يكون كل شيء اتذكر في نفسي وبتطور لانه هو مملحق مع التطور حتى التطور في جوانب معينة ممكن انت مش ترط ان تتكلمين معاه فيها يعني والعكس صحيح ممكن انه هو في جوانب من عمله مثلا ما قاعد ييب هلتش البيت ويسولف لتش فيها ولا لازم تفهمين لازم تروحين تسوين كورس في الموضوع ولا ذاك الموضوع عشان تلاحقين معاي فخلونا نبحث عن اشخاص اخرين نكبر الدائرة شوي اشخاص اخرين مقربين يعني بعض الوقات الناس عندهم وايد صداقات بس مو اشخاص مقربة بما فيه الكفاية فانكبر الدائرة من الاشخاص المقربين اللي اقدر ادخل معاهم في هذه الحوارات او مجموعات خارجية انظم لها المهم ان انا ودي اسمع راكم في هالموضوع لان احس انها وايد في ضغوط قاعدة تصير داخل البيوت ويمكن انا اتشوفها يمكن المختصين او المعالجين يتشوفونها اكثر بس هذه الضغوط اللي داخل البيت قاعدة تأثر على الجسد ايضا فممكن حتى دفتر وقلم يكون اهوى المخرج لي اهوى المنفذ مش رط يكون شخص انفس لا يعني ولازم اشرح له ولازم يتفهم ولازم كلم مهم قولوا لي انتشرايكم في هذا الموضوع حطوا لي تعليقكم ودي اعرف رايكم ودي اتشوف ان حتى عندكم اقتراحات ثانية يعني وممكن ان الواحد يطلع فيها بحلول غير الانفصال وهذا الانقطاعات اللي قاعدة تصير في العلاقات يعني حس كوايد قاعدة يصير تقطع لان الناس متوترة ومشدودة وكل واحد ينتظر احد يتفهمه فانتو قلوا لي رايكم شو رايكم في الموضوع وبنزل الحلقة كنت بقول ان هذه الحلقة بتنزل هي سجلتها انا على سنابشات الحين بس بنزلها ايضا على يوتيوب فاذا طلعتها على يوتيوب ايضا حط لي التعليق ولا تنسو ان تشتركون في القناة قناة يوتيوب بالاخص لنا فيها كل الارشيف وودي انه استمع منكم واذا احد منكم حاب انه يدخل في دورات ندخل فيها في العمق اكثر في هالمواضيع مواضيع غيرها ايضا اكاديمية عليا عليااكاديمي.com ممكن تسجل فيها في الدورات وبس ممتنى لوجودكم ونراكم ان شاء الله في حلقات قادمة اشتركوا في القناة